وعلى هامش زيارة قدسة الأسكندرية قرم البابة ودروس الثاني أمس أوائل الثانوية العامة بالأسكندرية وأهدام خلال الاحتفالية التي عقدتها بطرييركية الأسكندرية شهادة تقدير وهدية قيمة كما قام قدسة بتوزيع كؤوس ومدليات على الفائزين بالمراكز الأولى في مهرجان الكرازة لهذا العام حضر حفل التكرين نيافة الحبر الجليل الأنبى موسى أسقف الشباب والكموس رويس ماركوس وكيل عام البطرييركية بالأسكندرية والقصة أنجيلوس اسحاق سكرتير قدسة البابة وعبد من الأباء الكهناء اسكندرية دي هي الكرسي البابوي كرسي ماري ماركوس لها كده كرامة خاصة ولها غلاوة خاصة فالققوس بتاعة اسكندرية قلنا ما يجوش القاهرة ما يصحش إحنا نجيلهم فإحنا جينا طبعاً وبعدين سيدنا بابا الاسكندرية والكرسي بتاعها كرسي اسكندرية فإحنا سعداء نحن هنا مع سيدنا بابا إن شاء الله إن شاء الله الزيارة دي كانت ثلاثة أيام بدأت مبارح كان أهمها الكرسي اسكندرية أول مرة سيدنا يحضر فيها وهو بابا أول مرة مبارح حتى ليس ما حضرش في القاهرة ليس أول محاضرة يديها في الكرسي كانت في اسكندرية النهاردة مبارح من خمسة لغة تسعة بالليل إدى يعني إيه ترم كامل يعني مليان والنهاردة كان في مجمع عباء كهنة ده أنا كلمة جميلة خلص روحية عن زي الكهن يعيش الأربع صوام الكبيرة في السنة صوم الميلاد، صوم الكبير، صوم الرسل، صوم العضر وإدى كل أحد دي رمز وتعليم بالكنيسة وبعدها كان في شات مؤابلات شخصية لسيدنا وبعدين دلوقات شينزل مهرجان الكرازة اللي احنا طلبناه ومحبته موافق إنه يكرم ولاد اسكندرية هنا في اسكندرية وسيدنا أمبا موسى طبعا موافق محبته وهما الاتنين مشرفين النهاردة هم باركينة اسكندرية موسيقى يوم ما قابلته إنه هو كان فرحان جدا لما قلت له على مجموعي وقال لي دكتورة ميرنة قلت له آه فعلا كان قابل التنسيق فعلا وندخلته كل التب بعادي حتى متحرك كويسة جدا يعني من متاحن بس زبت كل حاجة عشان بس قدست البابا أشكرا يعني إنه هو عمل مهرجان كديد يعني كل سنة دبقى معي يعني أحسن حياة نحنا يعني محبه بعضيها في اللعب وكتة قولي أنا انت شاركت في مسابة إيه في المهرجان؟ أي جد راضي رياضي؟ وخدت المركز الكامة؟ أه تاني ياه ألف مبروك هاي قولي أنا شاركت في مسابة إيه؟ كالي الجاي؟ رياضي يعني خدت المركز الكامة؟ مجد سيها تاني تاني براس؟ قولي أنا تقول لي ايه اليه القادس تالبابا؟ قوله برجع فيك عشان أبما مخيل لهك روحته قول له برجع فيك بتقول ليه القدس البابا كده وهو جاي النهار ده يديك الكاز بنفسه أقول له أشكرك قوي وبحبك يا بابا قلنا يا مريم كنت في المهرجان في مسابقة أي مسرح وكرار مسرح وكرار مع بعض مركز أول خدت المركز الأول قلنا بتعرف يتمثلي زي مين بقى اسمعين يسين يا اسمعين يسين كده على طول احنا مركز ثلاث واتية كده يسين ماري وطرس والبابا وطرس بالتأكيد كل خدمة ربنا كده بيرسل لنا البركة الخاصة في هذه الخدمة ولكن زاوية القدرات الخاصة زي ما قدس البابا بيحب يقولها ده ليهم بركة خاصة فعلا ليهم بركة خاصة وإحنا بحسينها في حياتنا خالص يعني ودايما كل أمورهم بتبقى سهلة ودايما كل حياتنا كل من يعمل حاجة عشانهم بتبقى أسهل من أي شيء تاني من أي حاجة تانية وطبعا احنا بناخد بركتهم في خدمتهم يعني احنا المركز دي ومركز يومي مش مش خدمة مارسة أحد بس يعني مركز يومي كل يوم وبتعلموا حاجات كتير جدا وشطرين جدا في التمسيش وشطرين جدا في الترانيم بيحفظوا ألحان ويعني حقيقة مركز ثلاث فتة طبعا مركز متميز في كناسة فسكندرية أنا بقول للبابا كل سنة وانت طيب وانت حبيبنا كلنا وطيدي بسلم عليك وانا كنت المركز الأول سارو